فكرت كتير بقى قبل ما تقرر يترجعي تاني يتغني وحفلات ولا قلت قرار وانا نزلة صدقاني مش كلام طبيعي يعني من يوم ما بدأت المشوار ده والمشوار ده متوظف كده لوحده بتوفيه ربنا يعني بقرر بناء على المتح بحبه واختيار حلو يعني يعني مثلا مش بقول ايه انا عايزة دلوقتي لأ بيجي قدامي كباية الماية دي فاشرب منها بس يعني الحفلة هي انا اعرف القائمين على ساقية الصابي من بدايتي وفي عايزة ما انا كنت بغني ومعروفة ومشهورة ما غنناش في ساقية الصابي الصدفة هي اللي جابت كل حاجة جابت الاغاني بالصدفة جابت الحفلة بعد الفرفوشة لما نزلت يعني الفرفوشة بعديها طنش تعش تنتعش الروح بتاعت ايوة عايزة اقولك انه طول عمري الاغاني بتاعتي هي شبهي وشبه الحالة وشبه الناس صحيح يعني انا من يمكن من الناس القليلة اوي اللي ماليش اوي في الاغاني العاطفية اوي اوي سواء حب او فراء او كده نادرا ما هتلاقي لي اغاني زي كده يعني الا لو هي في حاجة درامية في مصرح في السينما في التلفزيون لكن في معادة زالك انا ما بختارش الاغاني دي انا بختاري الاغاني الم شبهي العامة اللي تفيد اللي كل الناس ينفعها تسمعها اه يعني وكل الناس هتتبس ولاد بنات السنين مختلفة فأنا ما بختارش اوي انا بختار من الحاجات اللي بتتوتاح لي قداني طب القرار جي ازاي؟ ايه اللي حصل خلى سيمون وبالمناسبة هو قرار رائع لكن ايه اللي حصل خلى سيمون خدت قرار انا هرجع اغاني تاني وهرجع اعمل حفلات تاني هي كل الامور كانت بتيجي الاول مثلا اما بدأت انا مغنية اصلا وبدايتي وشهرتي وحب الناس جي من الغنى وجي من الغنى المصورة وجي من الحفلات داخل مصر وخارجها وكانت حالة فيها صراء غنائي كويس وقتها جدا جدا وبعد كده جات الدراما سينما و سينما ومسلسلات ومسرحيات جدا يعني انا جالي فرص زهبية في السينما اول ظهوري كان مع سيدة الشاشة العربية فاتن حمامة يوم مره يوم حلو خيري بشارة تخيل يعني دي اول دخلة كده يعني فيه ناس ممكن تفضل سينيك كده مش بس في مصر بكلم جد والله حقيقي يعني المشوار ماشي الواحد وهو ده اول حاجة وبعدين جالي بطولة مسلسلين في نفس التوقيت اللي هو ابيض في اسود مع الاستاذ سلاحظه الفقار وفريق كبير من النجوم وقتها كان فيه بيبقى كل مسلسل ساري كده بناسه يعني القائمين عليه واللي ورا الكاميرا واللي قدام الكاميرا وجاء غرباء في المدينة وغنيت اول تيتر يعني حتى هزي اللحظة دايما اقول الجملة دي ان حتى لو حد بطل مسلسل ما بيغنيش التيتر ولو هو بيغني التيتر ما بيبقاش بيمس الجوه حتى هزي اللحظة فتخيل انت في بدايتي اغني مع الاستاذ هاني شنودة يا يعني التيتر وابقى البطلة كمان بتاعت المسلسل ويجي الهجامة مع الاستاذ اسامة انور عكاشة فيلم رائع في وجه نظري لا طبعا يعني بحبه جدا الفيلم ده يمكن ما بيتزعش كتير بس انا بحبه مع الفنانة ليلة عللو والاستاذ الشامس سليم وحسن حسن مش هزيانس طبعا الناس العظيمة اللي هم صنوع الفيلم يعني واخراج الاستاذ محمد النجار اللي بالصدفة ابنه هو اللي عمل اعلان شوف السنين مشيت ازاي اه وجه بعد كده مسلسل مثلا زي حلم الجنوبي اه مع الاستاذ صلاح السعداني صلاح السعداني الله دي له الصحة يا رب اه استاذ معالي زايد الجميلة ناس كتير وعملتي زيزينيا وعملتي زيزينيا أسامة أنا راكاشة برضو لا زيزينيا هو أسامة أسامة أنا راكاشة واخراج الاستاذ جمال عبد الحميد لكن حلم الجنوبي كان الاستاذ جمال عبد الحميد لا علشان انت عملتي الهجامة مع أسامة أنا راكاشة وعملتي زيزينيا اه عملت زيزينيا مع أسامة أنا راكاشة بس الكتابة للاستاذ صفاء عامر في حلم الجنوبي في حلم الجنوبي دكتورة رؤية وعملت مع الاستاذ محمود مرسي ابو ليلة البشي طبعا تسعين اللي هو جزء التاني جزء التاني كانت مامتي سيدة ليلة فوزي فنانة ليلة فوزي يعني بص العظمة اخراج الاستاذ محمد فاضل فاضل وبرده كان الاستاذ قسامة أنا راكاشة اللي كاتب بص انا حتى وانا بتكلم بتكلم بحماس ازاي لانه حاجة جميلة جدا جالي بعد كده كمان عيلة شمس مع الاستاذ جميل راتب كانت اول دكتورة مخه واعصاب في مصر ان انا اعمل دور دكتورة مخه واعصاب تهاجر الزلزال يجي وتوابعه وتقع عيلة شمس فتقرر ان هي تكمل وتسافر برا وهم اختروني كمان عشان انا كنت كمان يعني اللغة الفرنساوية كنت يعني بتكلمة كويس متمكنة منها فسافرنا فرنسا وكلات سارني وحسيت ان انا بقيت عالمية طب دي حاجة كويسة ها وليه لا